وخبر برضو ليه علاقة بمباراة الأهل والنور السعودي محمد إبراهيم يحصد جائزة أفضل لعب بالمباراة في مونديال أندية لكرة اليد طبعاً بتبع حاجة جيدة أكيد لما أنت تكسب أو تحط 38 هدف وتأدي الأداء ده وتفوز فرق 18 هدف أكيد أحسن لعب في المباراة يكون من عندك نادراً لما بيكون فريق خسراً بالفرق ده بيكون اللعيب من عنده أحسن لعب فمحمد إبراهيم فاز بلقب أفضل لعب محمد إبراهيم حارس مرمى الفريق الأول لرجال الكرة النادي بالنادي الأهلي فاز بجائزة أفضل لعب في مطش الأهلي والنور السعودي واللي خلص لصالح فرقاتنا بنتيجة 38-20 زي ما قلت لحضراتكم في أول مطش بين الفرقين في بطوة العالم الأندية سوبر جلوبال واللي بتتلاقي في السعودية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر اللي احنا فيه محمد قدم شود تاني ممتاز وقدروا أن تصدل 9 كرات من أصل 17 كرة تصدد عليه بنسبة 53% وهي نسبة عالية جدا جدا محمد تصدل ضرب الجزاء وكمان كرتين من الأجناحة وتلاتة زيادات على الدائرة وزيهم من على منطقة التسعة متر وكمان قدروا أنه يسجل هذا في مرمى في من مرمى مش في مرمى من مرمى وده كان وقت خروج حارس النور السعودي نتيجة طرد لعب منهم لأنه بلعبوا بيخرجوا حارس المرمى وبينزلوا لعب عشان يكتملوا مركز حراسة المرمى في فريق والتلاتة بصراحة بيقدم مستوى مميز سواء من العائد من الإصابة عبد الرحمن حميد اللي أكيد بيقول الحمد لله على السلامة بعد العودة من روباط صليبي أو عبد الرحمن طه الهادي ولكن طبعا كل ده بيضيف إضافة للفريق وأكيد أقول لكم أن محمد إبراهيم ده نضم للسنة اللي فاتت للنادي الأهلي في صفقة انطلقا فيها محمد إبراهيم كان بيخش روايدا روايدا جوى الفريق فالنهار ده لما يوصل ياخد أفضل لعب في المباراة معنى كده خلاص أنه تأقلم مع دفاعات النادي الأهلي لأن الحقيقة حراسة المرمى هو اللي بيتأقلم هو اللي بيبقى آخر نقطة من نقاط الدفاع فيكون فيه هرمون كبير بينه من الدفاعات واضح أنه خلاص دخل في التيم مستر ديفيد ديفيس بدل يديه وقته فالنهار ده أنت عندك ثلاث حراس مرمى أكيد على مستوى عالي يمكن بعد سفر الطيار وجود حميد وطاها الاتنين في حماس المرمى النهار ده محمد إبراهيم لما تنقل لنادي الأهلي بقى عندك حراسة مرمى قوية عندك ثلاث لعبين أو ثلاث حراس مرمى أي واحد منهم يقدر يشيل بطولة كاملة يتبقى بس أن الروح تبقى يعني موجودة ما بينهم اللي يلعب زالي ملعبش يتبقى الأداء يتبقى أن أي حد ينزل إن شاء الله ديئة يقدر محمد إبراهيم عنده يعني إمكانات عالية في التصدي لدربات الجزاء فالنهار ده إن شاء الله يكونوا مجموعة متكاملة أكيد في الآخر هتصب المصلحة الفريق وأكيد هتصبها في مصلحة في الآخر منتخب مصر